أنواع الجمل في اللغة الفرنسية Les types de phrases يوجد في اللغة الفرنسية أربعة أنواع فقط من الجمل وهي الجملة الخبرية الفراز declarative الجملة الاستفهامية الفراز interrogative الجملة التعجبية الفراز exclamative الجملة الأمرية الفراز imperative ولكل جملة من هذه الجمل استعمال خاص بها كما سنشاهد فيما يلي ونبدأ بالنوع الأول وهو الجملة الخبرية الفراز declarative هذا الأسلوب يستعمل من أجل إبداء الرأي أو وصف الأحداث وتكون الجملة منتهية بعلمة النقطة مثال أنت تأكل الحلوى ونمر إلى النوع الثاني وهو الجملة الاستفهامية الفراز interrogative ويستعمل هذا الأسلوب من أجل طرح الأسئلة وتكون الجملة منتهية بعلمة السفهام مثال هل تأكل الحلوى؟ هناك ثلاث طرق الطريقة الأولى هي نفس الجملة التي رأيناها في السابق ولكن تنتقه بأسلوب السفهام تي مانج دي غاتو؟ والطريقة الثانية هي تغيير مكاني الفعل والفاعل فتصبح الجملة مانجتي دي غاتو؟ أما الطريقة الثالثة فهي استعمال كلمات السفهام مثل أسكو فتصبح الجملة وهناك العديد من كلمات السفهامية مثل ونمر إلى النوع الثالث وهو الجملة التعجبية الفراز exclamative وهذا الأسلوب يستعمل من أجل التعبير عن المشاعر أو إحساس بإعجاب وتكون الجملة منتهية بعلامة التعجب مثال ما هذه الحلوى؟ أو يا لها من حلوى كالغاتو؟ أما النوع الرابع فهو الجملة الأمرية لفخاز أمبيغاتيب وهذا الأسلوب يستعمل من أجل الأمر أو النهي أو النصيحة وتكون الجملة منتهية إما بعلامة النقطة أو علامة التعجب مثال كل الحلوى مانج دي غاتو؟ ونلاحظ أن هذه الجملة تتكون من فعل ومفعول به ولا يوجد فاعل خلاصة لما سبق هناك أربع أنواع لفخاز ديكلاغاتيب تي مانج دي غاتو؟ لفخاز انتروجاتيب مانج تي دي غاتو؟ لفخاز إكسكلماتيب كالغاتو؟ لفخاز أمبيغاتيب مانج دي غاتو؟ بعض الأمثلة الأخرى الجملة الخبرية لفخاز ديكلاغاتيب كامال جوء بالبالون كامال يلعب بالكورة يلجو أفك سيزامي إنه يلعب مع أصدقائه نتخيكيب أغاني لوماتش فريقنا ربح المباراة نمر إلى النوع الثاني الجملة الاستفهمية لفخاز انتروجاتيب نمر إلى النوع الثالث الجملة التعجوبية لفخاز إكسكلماتيب كالدرول ديستوار يالها من قصة عجيبة كم سيغطيبون هذه الحلوة جيدة كالطالن يالها من موهبة نمر إلى آخر نوع وهو الجملة الأمري لفخاز أمبيراتيب في نيطان غوبا نفي باسا غيفليشي بيان وإلى هنا نكون قد أتممنا هذا الدرس وأتمنى لكم الاستفادة والتوفيق ترجمة نانسي قنقر أمبالغو ترجمة نانسي قنقر